الكنيسة الإنجلية قالت ده لازم يبقى موجود في القانون؟ آه الكنيسة الإنجلية في الحوارات آه وفقت على أن يكون في بند الهجر وفقت على كده آه طبعا طبعا إيه اللي يقضي على 80-90% من المشاكل اللي حربت كلام عنها في المحاكم النهاردة؟ أهم شيء وهم ما يميز القانون الجديد الحياة كان طفرة رائعة جدا جدا وهو ما يسمى بتطبيق شريعة العقد شريعة العقد يعني إزاي؟ ده أنا كتب الحكاية دي عشان أسألك عنها يعني إزاي بقى؟ الاحتكام لشريعة العقد لسالطلاق لوقف ما فيه شهادات تغيير منه يعني إزاي بقى؟ اتنين أقباط أورزوكس شريعة أقباط أورزوكس مينفعش في النص اختلف مع بعض واحد غير ملة عشان يطبق شريعة أسلامية قالك لا فظل شريعة العقد اللي تكتب عليه العقد أيوة هي مطبقة حتى في حارة وجود خلاف أو نزاع ده كانت مهمة جدا جدا فيما يتعلق بهذا الأمر الأمر الثاني بقى إن قرارات المجلس الكليريكي لا يجوز الطعن عليها يعني بمعنى الوقت الاتنين خادوا حكم طلاء راحوا المجلس الكليريكي عشان ياخد تصريح من الزواج الكنيسة غير ملزمة بحكم المحكمة المحكمة تطلق والكنيسة تزوج فالكنيسة هنا غير ملزمة بينتد تصريح زواج طب سؤال يعني الاتنين خادوا لأن القانون بيسمح بالطلاء المدني بسبب الفرقة أو استحالة الحياة الزوجية بعد كده ياخدوا الحكم ده ويروحوا الكنيسة الكنيسة بتبحث الأمر بيعرضوه على الكنيسة المجلس الكليريكي يبحث الحوار الشخصية يتبحث هده هل مين المخطئ فيهم المخطئ لا ياخد تصريح وإنما غير المخطئ يعني ممكن طرف من الأطراف ياخد إذن جواز تاني وطرف ده لا وممكن الاتنين ما ياخدوش وممكن الاتنين ما ياخدوش هنا بقى الجديد في القانون ده بقى أنا ككنيسة رفضت إن أنا أدي تصريحها هنا كان زمان المحاكم تعتبر ده قرار إداري يجوز الطعن عليه في القادر إداري وشوفت إن أنا الطعن على قرار الزوج الساري في الإداري العليا وانت شوفت وإحنا كنا نحاول وسريفه بعدين الكنيسة قال بابا شنودة وقف وقال لك لا ده عمل ديني لا يجوز أن تدخل فيه في هذا الأمر فهنا لا يجوز الطعن على قرار المجلس الكليريكي بمنح أو منع أعطاء الزواج لا يجوز للكنيسة أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو الاثنين بالزواج مرة أخرى المضرور بقى لا يجوز أن يطعن على قرار المجلس الكليريكي لأنه يعتبر قرار إداري طب ويبقى كده أنت عفلت للمشاكل إزاي عفلت للمشاكل ممكن بعد كده أن أديهم تصريح يعني المالعة مش مانع مطلق يعني ممكن أديهم مهلة أدي مهلة كمهلة تأديبية مثلا يعني أنا كنت في واقعة من أبا مرقص من حوالي شهر كده واتنين كانوا برضو خدوا حكم طلاء فرأى أن في الزوج غلطان إلى حد الناس هيسمح للزوجة بالزواج تتصريح يقول أنت بتجمز السنة بالزبط كده أخذ سنتين فعلا بالزبط كده فهنا ما ينفعش ييجي يروح المحكمة وده حيما معترف به في القانون الجديد ده نص ده نص واضح الجديد بقى في القانون التاني بقى أني مثالة المراس المراس لم يقعد الزكرة باستحذر الأنسيين طبقا المدى التاريخ يخص الشريعة يعني تنزي بعض ده يعني أهم ما يميز في هذا القانون طبعا بالإضافة طبعا إلى التوسع في جريمة الزنا المادة 50 فيها ويسمى الزنا الحكمي زمان كنت بنطبق في المحاكم الزنا فعلي بمعناها تقليدي لكن دلوقتي مثلا ممكن عن طريق الشات والسوشال ميديا والكلام ده كله ما كانش فيه زمان موضوع الإلحاد لو أنت فيه الإلحاد سبب للتطليق فيه التحريض الزوجة على فيه الإدمان المزمن والإدمان والتحريض على الزوجة على الضعر ده سبب للتطليق ممكن يجي للقص رفعت بعد ما يحصلوا على طلق بالمحكمة يجوا يقولوا لحضرتك برضو نفس الموضوع يرجعوا لك فيه إنك تحدد موقف الكنيسة الإنجليا من الحكم وتقول مثلا